اشتركوا في القناة التحذير للقمة الثلاثية المقبلة بين كل من الجزائر وتونس وليبيا وهي القمة المنتظر انعقادها بالعاصمة الليبية طارابورس في المستقبل القريب كما اكدنا على التزامنا بتجسيد ما افضت اليه قمة تونس من قرارات وتوصيات تهدف ليقامة مشاريع تعاون ثلاثية تتماهى مع ما تشترك فيه دولنا الثلاث من اهتمامات وشواغل وأولويات استعرضنا اليوم حصيلة التعاون الثنائي لسيما تنفيذ نتائج الدورة الأخيرة لللجنة المشتركة الكبرى للتعاون والتي انعقدت بالجزائر بتاريخ ربع اكتوبر 2023 كما اكدنا على ضرورة البدء في التحضير للدورة الثالثة والعشرين لهذه اللجنة وكذا تفعيل غيرها من آليات التعاون الثنائي على غرار مختلف اللجان الفنية أو القطاعية تواصل الجزائر وتونس بصوت واحد وموحد الدفاع عن حق أشقائنا الليبيين في إنهاء الأزمة التي ألمت بهم بعيدا عن أي تدخلات خارجية والتوجه نحو انتخابات حرة ونزيها تطوي صفحة الخلاف والانقسام بصفة نهائية وتضع ليبيا من جديد على درب الأمن والأمان والرفاه نحن نطمح إلى مرحلة جديدة من البناء والتشهد والتضامن والتعامن والتعاون والتكامل والشركة الاستراتيجية في قطاعات حيوية تهم بالأساس أمننا وأمن غدائنا وأمننا الطاقي وأمننا الصحي وكل المناحي التي يختغزلها هذه الكلمة من أمن حتى تطمئن قلوبنا وتطمئن نفسنا نأمل أن يتوفق الأشقاء الليبيون إلى حل ليبي ليبي يعيد لليبيا نمأها وازدهارها واستقرارها حتى نتمكن مع الجزائر في تحقيق ما نصب له من أهداف لفائدة شعوبنا طبعا القضية الفلسطينية الأم القضية الجوهرية هي في قلوبنا في قلوب التونسيين والجزائرين قيادة وشعبا نحرس كل الحرس على إرفعي صوتنا عاليا في كل المنابر التي نشارك فيها حتى يعود الحق وتستعيد فلسطين حريتها واستقلالها